اشتركوا في القناة من قبل الأزمة وصولاً إلى يومنا هذا على تقريباً من عشر سنين لليوم تغيرت الأرقام عننا بـ OMT بيجي لعنا من 156 دولة بالعالم ويستفيد تقريباً حوالي 260 ألف شخص مقيم في لبنان بيجينا بين المية والمية والمية وعشرين مليون دولار بالشهر الواهر يعني يومياً نحن ندفع بمكاتبنا بين الأربع مليون والخمشة مليون دولار بالنهار الواهر تعال نحكي كاش أنويكي البنك نوت النسبة والمعدل ما تغير يعني بعدد السن ما كتير تغير يعني غير أربع بالمية وخمشة بالمية بس مش تغيرات جوهرية كبيرة إلا بحالة وحدة نتيجة المأساة والكارسي الكبير اللي حلت فينا بأربع آل أولادنا بالخارج كانوا قدامنوا بشكل إنساني فضيع كتير غير يعني يعني أنا بعتقد أنه أول جمعة من بعد أربع آل صاروا يصل لعنا بالـ 11 مليون و 12 مليون دولار بالنهار البحر هذه كانت مساعدات لإعادة أعمار بيرون لا أهلهم أول جمعة عم نحكي يعني كان فيها أنهم نتضامن الإنسان كتير منهم يعني لازم نضل على طول ما ننسى أنه فضلون ونشكرنا دائما للمغربين على عاطفتهم وعلى التضامن اللي يعملوه مع أهلهم في لبنان إذاً بعدنا نحديت هلأ الأرقام نفس اللي عم بلقيها هلأ هلأ الأرقام نعم بعطيها أنا عن الـ OMT حسب تقرير مصرف لبنان بيطلع شهرية بعدها الـ OMT بتشكل 81% من السوق اللبناني يعني بمعنى أنه المصاري اللي بتجي من الخارج إذا عم بيجينا إحنا 100 مليون أو 120 مليون هل 120 مليون بيشكل 81% من التحويل من بره لجوا وكل الشركات البيئي بيمسوا 20% حوال 20% ما يقارب 20% نعم اليوم إذا بدنا نحكي كيف أثرت الأزمة الاقتصادية وسعر صرف الدولار على التحويل المالية الواردة من الخارج؟ من الخارج مبدئياً ما تغير شيء يعني عم بيشتغل بره عم بيشتغل بره بدون شك بسبب الكورونا أنا بعد طقيل وسبب الأزمة الاقتصادية صارت في أوروبا وفي دول الخليل بدخيل اللبناني خفت شوي صغيري عم بيشتغل الموظفين عم بتكلم عنها معين تالي كان عم بيحول بالأول ألف دولار صارت بيحول لأهل وخمسمائة دولار وشتمائة دولار أقل بشوي بس ما بيمنع أنه العدد تبعهم بسبب الهجرة العدد التحويلات زاد أو إنما المبالغ نقصت المعدلات المبالغ نحن تاريخياً كان يجينا من الخارج من خلال ومتي المعدل العام نسميها نحن بالتحويلة كانت 850 دولار هلأ قدر صار المعدل؟ نزت يعني 70 بالمئة من التحويلة صارت تحت الـ 500 دولار والغريب بالقصة أن ولا مرة شفنا بحياتنا نحن ما رأي علينا أنه في 10 بالمئة من التحويل تحت الـ 50 دولار يمكن هلأ إذا بنا نحط بالنسبة لأهلك إذا بنتصنف فيه يعني الولد أو الشخص أو الرجال اللي عم بيحول أهله 50 دولار براسه إنه بتصفى مليون و 200 ألف ليلة لبناني صح ممكن تكون نوع من المساهمة ودفسي أو بالنسبة للعائلة طبعا وهالرقم ما كنا نعرفه 50 دولار صار ما وجود بالحقيقة من أي دول أكتر نسبة توصل من هيدا التحويل؟ رقم واحد أنا بجي نحن تلك من 156 دولي بالعالم بشكل شكل مستمر نعم بسبب توازد اللبنانيين وين مكين أين مكين نعم إنما بالدرجة الأولى نحن نعتبر أن أرقامنا أستراليا الولايات المتحدة رقم ثلاثة دول الخليج رقم أربع يمكن إلمانيا رقم خمسي أبع إذا كانت فرنسا والبقية الدول يعني بنسبة مئوية معينة الكل يعتقد أنه النسب الأولى تأتي من دول الخليج عم بتقول لي هلأ أنت تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا العالم أغلبية العالم فهمة أنه لا تجي من دول الخليج والدول العربية لا أولادنا اللي من الخليج بيشتروا كثير خيرين كذلك بسبب يمنع أنه تحويل التحويل التحويل من خلالنا يعني ما تجاوز الربع التحويل الرقم الكبير من ست الدول الخليج إذا بدك يعني بجي تقريباً الربع يمكن بسبب قرب المسافي في كتير بيجوع على لبنان حابين معهم بالشنة مصاري يمكن ما يضطروا أن يحاولوا من خلال الوستانونيوم يمكن هذا أحد الأسباب بس ما بيمنع أنه الدول الأوروبية والأمريكانية اليوم هي كمية تحويل من عندها أكتر أكتر نسبة موجودة عندنا اليوم اليوم هل أثرت الأزمة لبنان مع الخليج على التحويلات القادمة من هذه البلدان؟ قبل الأزمة وخلال الأزمة وبعد الأزمة الأرقام هي نفسها لا زيلت ولا نقصت أبداً ما صار في تأثير بالمعنى لا إيجابي ولا سلبي التحويل الأتية من الخارج كيف تتوزع على الأقضية في لبنان؟ هيك بنصره شاملة إذا فينا نقول كل الخضاء كما تعرف أنت كل الخضاء عنده عدد شكان أكبر من أقضية تانية مثلاً إذا تأخذي بشري أو جزين مثلاً نسبة الشكان موجودين فيها الخادم ليسكني ببعض بك الهرميل أو بالنباطية لكن أنا أعطي أنه من 22 سنة ما تغيرت النسب هي نفسها بتوزع المصاري على كل الأقضية اللبنانية هذا بيعني أنه الاختراب أو الهجرة موجودة بكل المنطقة اللبنانية ليس مخصصة لمنطقة واحدة بالتحديد كيف تأثر التحويلات الأتية من الخارج على السوق اللبناني في الداخل؟ أو شيء بالدرجة الأولى خلنا نسمي أنا ويكي نحن نعتبر ما بعرف يمكن أنه نحن نصنف حالنا أنه عطينا الأكسجين بالبلد اليوم يعني وقت عم تحكي على مليار مليار ونوص دولار بالسنة عم يتوزعوا على كمية كتير من الناس الآن بالدرجة الأولى لدينا شعور بعض ذلك مضبوط هي بنسبة مئوية معينة يخففنا التوتر الاجتماعي والمشاكل الاجتماعية والمشاكل الأمنية يعني بمعنى أنه لو ما كان هالمصاري عما تجي كان الناس اللي معنده مورد ممكن يسرق، ممكن يعتدي، ممكن يشلح، يمكن إلى آخره يمكن يتخانق مع مرده، يتخانق مع بيه، يمكن يتخانق مع ابنه إلى آخره هالمصاري اللي عم تجي عم تخفف شوي صغيري من التوتر إذا سميتها أنا ويكي غير أنه المصاري اللي عم تجي من خلالنا تبرم إجمالا بيقولوا بعلم الاقتصاد أربع مرات يعني اللي بيصلوا خمسمائة دولار ويصرف عند اللحيم واللحيم بيصرف عند الدكانجي الدكانجي بيصرف عند السنجري وهيك الدورة الاقتصادية تبرم أربع مرات هالمصاري هول وبهالوقت هذا في كتير ما بينتربوا أنه بيطلعك فيش خمشة عشرين بالمية للدولة منهم بأي معنى؟ أنه من التفئة اللي اللي دي فطيح الأميس تبعيك أو من الجمرك أو من غيره بشكل غير مباشر أو من ضرير الدخل إلى آخر كل الناس بالاقتصاد بيستفيدوا من الحركة كلها سواء لننتقل أستاذ سفيق معواد على موضوع آخر وهو الحديث اللي عم يطلع أنه اليوم شركة او ام تي هي أحدى الشركات اللي تحرك الدولار في السوق السوداء يعني وهي من تستفيد من هذه اللعبة كيف اليوم نرد على هيدا الحكي؟ أول شي خلينا أكد أنا هيكي شغلتين أنه احنا من 23 سنة اليوم ما في ولا شخص بالعالم أبدا يقدر الدعم أنه حوى المصاري ما أبدا حدا أو أنه دفع ضريب الدخل عندنا ما نتسجلي أو أنه في حدا مقدم علينا دعوة يعني أو أنه مقدمين دعوة على حدا بالنسبة لألنا قصة الشمعة تبعنا كتير مهمة طريقة عملنا مش أنه بيستحي يقولك أنا ممكن كتير شفيف أكثر من الناسي في موضوع صرافي خليش راح لك شو اللي صار عملية فيه كمية من المصاري تجي من خلالنا يسألت لك يعني مئة مليون مئة وعشرين مليون وين بتروح المصاري؟ تروح بين إيدان الناس حدا معه 300 مليون 300 دولار ده معه ألف دولار ده معه مئة دولار إليه مين عم بيستفيد بنا؟ ما نعرف يعني ما نتعطى بالصرافي ولا بحياتنا تعطينا بالصرافي بس سمي الاطفاق مع المصرف المركزي بما أنه هالأموال عم تجي من خلالنا بدل ما تتبع عشر بين إيدان الناس المفروض أنه نعطينا رخصة سبيسيال خاصة وظيفة هالرخصة هاي دي نحن نشتري الدولار ممنوع علينا بالمطلق نبيع دولار أو أي عملي تاني نحن نصرافين بالمفهوم التقليدي للكل يعني عم بين طالب بنا نحن أنه الشخص اللبناني اللي بيصلوا مصاري مجبورين نحن نعطيه الأموال تبعه نقدا بالدولار الأمريكاني صاروا بيجابته أبدوا ومضي الوصل أنه أبد المصاري الوكالة تبعنا بيترحوا له السؤال يعني الشيوة بتحب تصرف شي من هالمصاري بيقول إيه أو بيقول لا إذا قال لا مرسي الله معا وإذا قال إيه ما تكون صرفوا كيف صرفينه في صار موجود تاريخيا صار عمره سنتين ثلاثة ما قلنا علاقة فيه نحن اللي اسمه صار الموازي سنبيان نحن عنا ببروغرامات نعشو السؤال الموازي بكل البلد من السايتات ومن عنده صرا فيه ننزل تحب منه 300 ليرة و 400 ليرة كده سعرنا نحن بتحبي أنت أهله السؤال ما بتحبيه الله معي لذلك ماني عم شوف وين شو نتيجتها سيبدك بالحياة الفلسفي كانت تبعها هو أنه البونك المركزي بعد عيز دولارات بانك نوت تيمول الأدوية ويمول الطحين والأمح اللي هي مبلغ كتير كبير اللي عم بيطلب منه نحن يصرف الدولارات بتعطوا أنتو الدولار للبانك نخطوا الدولارات البانك نوت للبانك نوت يبعطينا عبين ليرة لبناني طيب وين يعني وين عم نتدخل بتحديد السعر ما تدخلنا نحن بالعكس اللي عم نعملوا أنه الإيكونامي اللبناني الإقتصاد اللبناني مرتاح به هالقصة طيب ما بنا ترجع تساعد الناس اللي عم بيبعط مصاري مبسوط لأنه مصريته عم تصال بالدولار لأهله اللي وصله مصاري مبسوط أنه الدولاراته أبدا كاكاش ما عنده مشكلة طيب ماني عم شوف ويني المشكلة أنا بالحقيقة ألا طبعا بكل شالي بتعاملية طالفية طلع عندك فيه منافسين أو شعرف ممكن بشتكروا أنه أنت عم بيقضينا من رزقهم ونحن عنا يعني بعتزل قول عنا 200 ألف شغلي فعلا بالأم تي يعني ما أنا عايزين كنا هالقصة إنما ما عم بقول بس خدمي بس عمنا مبسوطين بيهالقصة إنه عم نعملها عم نقدر نشامع دولارات ونحملها مثل ما هني كل يوم صباحا ونأخذها على البنط المركزي لأنتقل استيستوفي على ما يخص التحويل داخل لبنان اليوم كيف تأثر التحويل القادمة من خارج على التحويل داخل لبنان؟ أكيد متأثر لأنه أولا عنا مشكلة هلا صار في لبنان منشي سنة كنا نتشارع مع بعضنا أعطيني ليرا لبنان يعطيني نصف دولار ربع دولار كذا شوي ورا شوي تحولت تصور في دولاريزازيون بالاختصاد يعني دولارات يعني صار كل الحديثة لأنه عمام وعظم العمليات عم شير دولار يعني السنجاري بيقلك أنا بدي أشري أسدار جاي من الخارج بدي حقه 14 دولار النجار بيقلك يا مدام بدي أشري الخش بيت أعطيني دولارات في عنا مشكلة بحول الموضوع للسبب أنا بعتقد أنه المصاريين عم تجي من الخارج لخلالنا نحنا أكتر من ربعون أو تلتهم تقريبا عم يروح داخل لبنان الناس عم يحولوا لبعضهم يعني بمعنى أنك أنت يوصلك 100 دولار بك تبعطي لأختك على ضيعة تانية 50 دولار تبعطي لها من خلالنا تبعطي لها عملية التحويل بالدولار وكما كذلك عنا التحويل بالليرة اللبناني بالتنين سواق هالأمر هذا عم بسبب الكورونا بسبب البنزين غلى بسبب الناس بعيد عن بعضهم تبعطي لحل مشكلة كمان للبنانيين لأنه من سنة الألفين عم نقوم بعمل تحويل داخل اللبنان وهي أمر كثير 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 مهم بالنسبة للإقتصاد والنسبة للناس نريحهم كيف تأثرت اليوم الخدمات الأخرى اللي بتقدمها أقامتي بظل الأزمات الراهنة؟ كمان أنا مخجول وأحكي هالكريم قدامك بس إنه نحن عنا مئة خدمة هالمئة خدمة كلها الأطعاب طبعا بالليرة اللبناني كنا عم نقبض مثلا في تورة أوجيرو مجلس الوزراء أرلنا بالزمان ألفين ليرة لبناني يعني كانت تسوى دولار فاصلي ثلاثة أو كنا نقبض على في تورة الألفة والأم بيسي ثلاث تلف ليرة يعني كانت ممي كانت اثنين دولار تسوى تقريبا أو الميكانيك عص تلف ليرة أو الضريطة كنا نحن إنه في كل البلد قاين بيلعبة نزيدوا الأسعار زيدوا الأسعار عملنا حسابيات نحن إنه جمعنا زدنا أسعارنا بالليرة اللبناني مثل ما كده الناس عم تزيد أسعارها اكتشفنا بيني وبينك يعني منه سر يعني عم قولو إنه يمكن إذا زدنا أسعارنا حولنا المصاري اللبنانية على الدولار يمكن يندخلش 300 400 ألف دولار إضافي إنها ما بدنا يهون ومني عم بتكبر هون أبدا ما بدنا يهون تخلينا نقول يوم للإيهة اللبنانيين يتذكروا إنه في شركة اللبنانيين قررت إنه ما تفوت بلا بزيدة الأسعار لأنه أنا بالزميع ربحين منك مصاري ميش ضروري كل حيات يقدر ربحين أنا؟ في محلة معين دك توقف فيه مخصوصي بيظل الوضع الصعبي اللي عميته على كل البنانية إنتي دفعت عني مرة تليفون، دفعت عندي كذا إلى آخر ما ضروري إنه مدى الحيات ينضل أنا بدي زيد ساروتي عملنا مصاري ودفعنا ضاربنا كالتغير الله مجدروري إنك تعملي تكوني إنتي مع حل بيل جيتس يعني بالنوم هذا خياراتنا نحن هذا سلوكنا وهي أناعاتنا العميئة بقلب الشركة OMT كما أنا بتلعب هيدا الشركة شركة OMT دور كتير كبير بتوزيع الخدمات الإنسانية إذا فينا نقول اليوم شو التحديات اللي بتواجهكن في ظل هيدا النوع من الخدمات؟ هلا إحنا من الشيء 22 سنة أسسنا شيء مسميه الأرض البيضة الأرض البيضة من 20 سنة إلى هلا تصف مصاري تصف مصاري قليل قليل كتير ما نعلن عنا نحنا بس إنه منعمل عضوات نعلن عنا ومسرح عنا كل المؤسسات المنساعدون أو الجامعية المنساعدون هنه منقين على الطابلية يعني بمعنى ما بدل يكون في شبيح يصر لعنا يعني تساعدون فقط الجمعيات يلي عن جد تبغى المساعدة والجدية الجدية 100% ما حدا بيجي يفوت لعنا بباب التشبيح وكذا ما منمشي فيه هالقصة يعني ما عنا كتير مساعدات بالحقيقة ما أحب حكي فيها أنا إذا أريدك بس إنه كذكري يعني أول ناس ساعدوا الكورونا أول ناس يعني طلعنا نحنا بمساشفة رفي الحريري أعطينا ضغلي 150 مليون ليرا لبناني يومتها انفجار المرفأ ضغلي بعض جمعتين احنا علننا عن مليار ليرا لبناني وشاعده للسكان المحيطين بالمرفأ وكنا نأخذ لكل العائلين كل مليون ليرا لبناني كانت مهمة يومتها نسبيا يعني أكيد ما كان فيه الدولار مثل هلأ يعني كانت تحرز نعم بس أهم شي كنا نأخذ وردي معاني وروحهم مدارة طلعنا موظفين يزوروا العائلات وإلى آخر أستاذ توفيق هيدا كان كل شي بتحب تضيف شي قبل الختام؟ أبدا بدي أشرك على لطفك وعلى إن شاء الله يكون المعلومات طاعتك يا بتفيد المسلمين أكيد لكل متابعي برنامج وجرات نظر هذه كانت حلقتي مع رئيس مجلس إدارة OMT أستاذ توفيق معود شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء لقد أصبتني من خلال المتابعة وإلى اللقاء من خلال المتابعة وإلى اللقاء في المشاة أرتكب عندنا إنتمه ترجمة نانسي قنقر